هو محمد صلاح هيتجنن يعني قصته لازم كاس العالم يعني قالك هو طبعا قاعد في المنتجة هناك في فالنسيا علاك فقط خالص مراش اي حاجة غير متفرج على المسلسلات الكوميدية اللي في مصر عرقصها مسلسل سك على اخواتك بتاع علي ربيع هو حابب اول حاجات الكوميدية باخر كبارة الشد العصبي بتفرجش على حاجة فيها اكشن خالص كنا نفرض نبدأ على فكرة من فترة في موضوع الازيز جدا في جورنان الفجر والدنيا ماشية معاه بشكل هو ايجابي جدا كمان الكلام المزبوط اللي جاي هو دلوقتي بيشتغل شغل العجلة وشغل فتنس كأنه في الملعب بالزبط تاني اللي بيعمله محمد صلاح دلوقتي كأنه بيجري بيتمرن في الملعب بالزبط شغله يعني بدأ بدري عما كان متوقع وده ادى نوع من انواع كمان يعني السعادة لدى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني هيتوقع بعد شوية بقى ازاي يبدأ الاحتكاك بينه وبين الناس ده اللي قلت لكم بقى قلت لكم انه هيبدأ بعد كده يجري هيبدأ يشتغل عادي جدا دون احتكاك يعني ممنوع ان حد يقرب منه الفترة دي طرقا بقى وفي تعاون واضح جدا ما بين محمد ابو العيلة او دكتور محمد ابو العيلة طبيب منتخبنا الوطني وطبيب ليفر بول وطبيب اللي بيعالجوا في اسبانيا في فالنسيا يعني تعاون واضح جدا ما بين السلاسي وتقارير يومية وفي حالة من الراحة داخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر بعد حالة محمد صلاحي الاخير قصد بقى انه عمل اشعة تانية مش عايفي ده مش مزبوط اصلايا فاش عمل اشعة اول امبارها بقى نرجع اشعة النهاردة قالك اشعة النهاردة غير اول امبارها بس زي الناس برضو يعني من كترة بيتها ومن كترة عطفها لكن اللي انا بقوله لكم اللي انا متأكد منه انه كل ساعتين حالة محمد صلاح افضل الحالة مش التشخيص تشخيص ده بتاع الاشعة لكن الحالة افضل كل ساعة بتمر على القال بيشتغل فتنس على القال بيشتغل عليك طبيعي على القال في حالة من الهدوء والدنيا افضل من فضل الله